اليوم بهذا الموضوع هنحكي عن الأدوية الآمنة بالحمل فهذا الموضوع عادته سيدرانية ريم عامر وشرفت انا ودققت هذا الموضوع وبتصميم الباوربوينت كانت سيدرانية تسليم الحمصة بهذا الدور بالنسبة لهذا الموضوع بهم كثير من الأطباء والسادلة والموردين هنحكي أول شي مقدمة حول الحمل نعرف انه الحمل هو فترة زمنية يلي تمتد له فترة تسع أشهر وبنمو الجنين بها الفترة هي بيء الرحم وبتستمر يعني رحلة الحمل بين 36 إلى 40 أسبوع وبتعرض جسم المرأة الحمل للعديد من التغييرات الفيزيولوجية والنفسية فيمكن تعاني من الغسيان والقياق وهذا الشيء نحن نشوفه بشكل شائع عند الحوامل أيضاً التعب والدوخة والتوتر وفي عندنا أيضاً أعراض شديدة مع تقدم عمر الحمل مثل الآلام الزهر والأمساك طبعاً ليش بصير فيه أمساك؟ لأنه بصير فيه ضغط للجنين على الأمعاء كما نصير في عنده الهارت بيرن هنشوف شو الأدوية اللي حتفيد الأم الحامل بتدبير الأمساك والآلام وكمان حرقة الفؤاد أو الهارت بيرن فهلاً هذا الشيء نشوفه بالموضوع لهذا اليوم هلاً كثير من النساء الحوامل هنبي حاجة للأدوية إذا كان عميعانهم من الحالات اللي تترافق مع الحمل أو الأعراض اللي بتترافق مع الحمل بس لحنا كقاعدة عامة نحاول قدر الإمكان أنه ما نعطي لهم هات الحوامل الأدوية إلا عند الضرورة أو الحاجة أوكي هاي كقاعدة عامة هلاً هنشوف أطوار الحمل هو ثلث أطوار بالنسبة للطور الأول أو الفصل الأول هو بأول ثلاثة شهر من عمر الحمل وتبدأ هذه المرحلة هي من لحظة تشكل البيضة حتى 12 أسبوع من عمر الحمل وتبدأ خلايا البيضة الملقحة بالانقسام والنمو للشكل الأعضاء والأجهزة وتعاني الأم الحامل بالمرحلة من الأعراض الأولية لأنها هي التعاب والإقياء والغسيان بالنسبة للثلث الثاني اللي هو من الشهر الرابع للسادس يعني من الأسبوع الثالث عشر للأسبوع السادس والعشرين فبنمو الجنين خلال المرحلة بشكل جيد وبتبدأ العضاء الرئيسية بتشكلت الهيكل العظمي النسيج العضلي وخلايا الدم وبتتراجع الأعراض الأولية اللي عم تعاني منها الحامل بأول ثلاثة شهر مثل الغسيان والتعاب وبتشعر لهم الحامل بحركة الجنين وبتبلش هون بقى أعراض تانية هي آلام الظهرية والإمساك وحرقة الفؤاد الثالث الثالث هو من السبوع 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 وشرين حتى موعد الولادة وهون بتصير أعضاء الجنين هون مكتملة وبتستمر آلام الظهر عند الأم الحامل وبتزداد طبعا لأنه بصير في زيادة لوزن الجنين كمان بتعاني من تورم بالقدمين أو تقلبات بالمزاج وبتستمر حالة الهارت برن حتى بهذا الطور وبتزداد أكتر لأنه كمان ضغط الجنين على المعدة بيؤدي لات رجوع حمض المعدة شديد الحموضة للمريوة وبتالي بتصير في عنا حالة الهارت برن سوف نتحدث عن الأدوية التي تتمس إخدامها خلال الحمل بأمان وبالنسبة لأدوية الأدوية التي تتمس إخدامها في الحمل تشكل حوالي 80% من الأدوية التي تتعطيها في هذه الفترة التي تستمر حتى 36 أو 40 أسبوع فبالنسبة للإدارة الدواء والغذاء الأمريكية صنفت الأدوية التي تتمس إخدامها على الحمل لخمس فئات رئيسية وهي الأي والبي والسي والدي والأكس سنرى طبعا كل فئة من هذه الفئات الفئة هي أنه ما أظهرت الدراسات وجود أي دليل على خطر إخدام الأدوية التي تنتمي لهذه الفئة على الأم الحامل أو على الجنين الأدوية هي آمنة ما في مشكلة إذا تناولتها الأم الحامل لأنه ما ستأثر لا عليها ولا على الجنين بالنسبة للفئة أكس فهي أنه أظهرت الدراسات يلي أجرت عند الحيوانات والإنسان وجود تأثير مشوه تمام أو مخاطر حقيقية عند استخدام الأدوية هي بحيث أنه المخاطر بتفوق الفوائد وبالتالي ما في داعي يتم استخدام الأدوية أثناء الحمل لأنه ستكون مضر على الجنين والأم الحامل سوف نحصل إلى الفئات الثالثة الفئات الثلاثة البيانين فئة B و C و D بالنسبة للفئة B لا أظهرت الأبحاث والدراسات أي دليل على خطر استخدام الأدوية على أجنة الحيوانات ولكن لا يوجد دراسات كافية حول أمان الأدوية عند البشر فمثل ما قلنا هون الدراسات ركزت على حيوانات التجربة أكتر أو حتى كمان الأدوية هي أنه أظهرت الدراسات عند استخدامها على أجنة الحيوانات ضرر معين تمام بس ما تم تأكيده بدراسات الخاضعة على الرقابة على النساء الحامل الأشهر الثلاثة الأولى بالنسبة للفئة C كشفت الدراسات التي أجرت على الحيوانات عند استخدام الأدوية هي وجود أثار ضرر على أجنة الحيوانات مع عدم وجود دراسات كافية على النساء الحوامل الآن بالنسبة للأدوية هي نحن لا نستخدمها للفئة C إلا إذا كانت المنفع أو الفائد العلاجي هي أكتر من المخاطر الفئة D طبعاً تجي هون أخطر ففي عندنا أدلة واضحة لوجود خطر محتمل على الجنين البشري عند استخدام الأدوية عند اللي بتنتمي لها الفئة هي ونستخدم الأدوية هي بالحالات الخطيرة والمهدد للحياة يلي قد يكون استخدام الأدوية هي مساعد بشفاء الحالة المرضية المتعاني من الأم الحامل طبعاً آمن فئة هي الفئة A أخطر فئة هي الفئة X والفئة D نحن نستخدمها بحالات خطيرة وضرورية جداً الفئة C نستخدمها إذا كانت المنافع أكتر من المضار هون نحن بنسبة للفئة B نستخدمها بحزر مع مراقبة حالة الأم الحامل تمام؟ طيب، هنشوف الأدوية الآمنة عند الأم الحامل هنبدأ بمسكنات الألم أو pain relievers طبعاً منعرف أنه في عنا كثير من مسكنات الألم يلي تنعطها بدون وصفة طبية مثل الـ وبيستخدمها بحالات صدع وآلام الظهر ويتخفيف من الحمى والتهاب الحلق لو كانت الأم الحامل عم تعانم الالتهاب حلق مثلاً كانت مرشحة فأنه الأدوية هي بتساعدها به هالحالات هي كمان فالباريستامول موجود بمستحضر مشهور هو التالينون وهو الخيار العلاجي الأولى لتسكين الألم عند الأمهات الحوامل كادواء آمن هل في عنا كمان الإبوبروفن كمسكن الألم وخافض للحرارة ولو تأسيرات مضادة الالتهاب أيضاً بالنسبة للإبوبروفن فهو من أدوية الإنسيتس أو مضادات الالتهاب الأستيرويدية في عنا كمان دوان نابروكسن وبالنسبة للأسماء الدجارية الشائعة على الإبوبروفن فهو مستحضر الأدفل وبالنسبة للنابروكسن هو الأليف فبالنسبة لأستخدام الأدوية هي يعتبر آمن بشرط أننا نستخدمها بأقل جراء علاجية ممكنة ولا فترة محدودة حتى الأسبوع العشرين من عمر الحمل بتوصل الـ FDA بتجنب تناول الإنسيتس بعد الأسبوع العشرين لأن يمكن تلحق ضرر بالكلية عند الجنية طبعا نسبة للمصادر والدراسات اللي احنا حطينا بآخر الـ طيب كمان في نصيحة مهمة أنه أدوية الإنسيتس ما تنعطها بأول ثلاث أشهر لأن يمكن تعمل إجهاض عند الأم الحامل وعيوب خلقية فنستخدم هذه الأدوية بعد الشهر الثالث ومثل ما قالنا ما نستخدمها بعد الأسبوع عشرين في عندنا مضادات الهستامين نستخدمها عند الأم الحامل لتفريج أعراض سيلان الأنفذة كانت تعاني من أي سيلان الأنفذية كمان العطاس إذا عنده أي حساسية يعني كمان الطفح الجلدي أوكي أو تصير في عنده حكة بالعينين أو دماع بالعينين فنستخدم هذه المصادرات فمن المضادات الهستامين الآمنة في الحمل في عندنا الديفينهيدرامين الموجود مستهدر معروفه البينادريل في عندنا الكلورفينرامين وفي عندنا سيترزين موجود بمستهدر الزيرتك واللوريتيدين موجود بمستهدر الكلاريتين بالنسبة للمزيلات الاحتقان الأنفي فالأدوية هذه تخفف من الاحتقان الأنفي يترافق مع نزلات البرد الشايع أو يعني الانفلونزة أو الرشح ففي عندنا السودوفيدرين اللي موجود مستهدر السودوفيد في عندنا الفينيلفرين كمان وبتم استخدام هذه المصادرات هي عند الضرورة والفترات محددة لعلاج الاحتقان الأنفي وما نستخدمها أبداً بالتلت الأول بين الحمل أوكي؟ طيب بالنسبة لمزيلات الاحتقان اللي بتنعطها بشكل استنشاقي فمنها الدواء الأكسيميتازولين الموجود بمستهدر الأفرين والفينيلفرين مثل مستهدر النيو سيفرين بس هالأدوية هي مثل ما أننا مستخدمها بعد التلت الأول من الحمل وعند الحاجة الضرورية إله لفترة محدودة يعني يومياً لثلاثة على الأكثر ما نستخدمها لفترة طويلة ممكن نصير في عند الأم الحامل احتقان أم في ارتداد يعني ترجع الحالة بتزداد سوءاً طيب هلا يفضل طبعاً إحنا نبلش بالمستهدرات الملحية يلي هي بتحوي على الـ NaCl أو كلوريد السوديوم يعني بيكون معادل لتوتور 0.9% فهالمحاليل هاي كمان بتفيد كخيار أول ولكن إذا ما أخف الإحتقان الأم في نحن بنلجأ للمستهدرات الثانية فبالأشهر ثلاثة الأولى نحن في نستخدم شو؟ هالمحاليل الأم فيه اللي بتحوي على كلوريد السوديوم بتركيز 0.9% سواء كام شكل قطرات أو شكل بخاخات أما بعد الشهر الثالث فينا نحن نستخدم الأدوية اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي الأكسيميتازولين والفينيلفرين كمان في عنا بخاخات أنفية بتحوي على الستيرويدات مثل الباديزونايد تمام الموجود مستهدر الريناكورت وبيفيد تخفيف أعراض الاحتقان الأنفي عند النساء الحوامل بالاسبع للمضادات السعال إذا كانت أم الحامل عم تعاني من سعال ففي عنا عدة أدوية يمكن نحن نستخدمها بس ننتبه أنهم ما نعطي الأم الحامل مستهدرها بتحوي على الكحول بأساسها تمام؟ كمان نحن ننبه لصرف شربات السعال تكون خالية من السكر للحامل ومصابات بأسكري خاصة أثناء الحمل ونحن نقوم بعمل مقال وموضوع كامل عن هذا الأم الحامل فبالنسبة لأمهات هذول اللي بيعانوا من السكر الحملي نحن نعطيهم مضادات سعال ما بتحوي على السكر طيب هلأ شو عنا الأدوية اللي يمكن نستخدمها بتدبير السعال عند الأمهات الحامل في عنا مرهم فيكس المعروف بتم تطبيقه موضعيا على صدر وإنه دور جيد بتخفيف من السعال وبيحوي على الكافور وزيت الأوكاليبتوس والمينتور وبالنسبة لهذا المستحضر كما هو ينعطيه بدون وصفة طبية كـ OTC في عنا الديكستروميتر فان وهو من كابتات السعال وبيستخدموه بتخفيف السعال الجاف لانه نفرق في عنا نوعين من السعال السعال الجاف وسعال الرطيب السعال الرطيب هون نحن نستخدم طاردات البلغة السعال الجاف نستخدم نحن كابتات السعال وفي عنا الـ الغيبنسين يلي هو مستحضر الموسينيكس وهو من الأدبياء الطاردة للبلغم يلي بيستخدموه بحالات السعال المنتج أو البرودكتف كاف فإذا كان فيه متل ما لنا بلغم نستخدم شو الغيبنسين إذا كان في عنا سعال جاف فينا نحن نعطي الديكستروميتر فان بالنسبة لمساطر الموسينيكس نحن لم ننصح بإعطاءه بالثلث الأول لأنه يمكن أن يعمل عيوب بالنبوب العصبي عند الجنين فنستخدمه بعد الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحمل هناك مجموعة من الأدوية المضادة للغثيان والإقياء لأنه مثل ما قالنا هذا العرض شائع جداً بالأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وهو من العلامات التي تدل على وجود الحمل ويصير الغثيان والإقياء عدة مرات على مدار اليوم بالأشهر الثلاثة الأولى خاصة بالصباح الباكر من أولى لهم الحمل وأول ما تفي أنه تأكل قطعت بسكوت أو شوكولت أو أي شيء فيه حلولة حتى يعني تخفف من الغثيان الصباحي هذا ولكن في عنا مجموعة من الأدوية اللي نحن في نستخدمه لتدبير الغثيان والإقياء عند الحمل في عنا الدوكسلامين اللي نحن بنشاركه مع البردوكسين موجود هو بأما كل مادة دوا أي الحالة أو يعني بمستحضر واحد بحوي على الدوكسلامين مع البردوكسين في عنا مضادات الهستامين مثل الديمنهيدرينات والديفينهيدرامين والهيدروكسيزين والميكليزين هذول كلاتهم من الانتهستامينز اللي بتفيد بحالات الغثيان والإقياء في عنا كمان الميتوكلوبرمايد والوندانسيترون والبروميتازين كلاتها هي مستحضرات بتفيد بحالات الغثيان والإقياء الحملي هلا في عنا كمان أدوية الأدوية اللي بيستخدموها بحالات ارتداد حمض المعدة شديد الحموضة من المعدة للمري فمثل ما قلنا نتيجة ضغط الجنين على المعدة هذا الشي بيدي لرجوع هالمكونات الحموضية شديدة الحموضة بإقتش المعدة لنا من 1 إلى 2 كتير يعني وسط حمضي فأترجع للمري بيعمل هالتخريش والالتهاب يلي بجلة بحرقة الفؤاد ونحن بنعطي مجموعة من الأدوية للتخفيف منه مثلا في عنا الأنتاسيتس اللي بتحوي على الهايدروكسيد والماغنيزيوم والألمينيوم مثل المالوكس أو الأنتاسيس اللي بتحوي على كربونات الكالسيوم مثل مصادر تيومس وإلى دور هي من تتفاعل مع مكونات المعدة الحمضية وتعمل تعديل لهذا الحمض فتأثيرهم بيكون كيميائي أما حنشوف أنه الـ H2A الـ H2A مثل الفامتادين الموجود من مصادر بيبسيد فالأدوية هاي أو حتى الـ PPIs كمان هي فعالة بحالات الـ Heartburn طبعا الـ PPIs هي أكثر فعالية في هون ملاحظة أنه إحنا لازم نتجنب إسخدام أدوية الـ H2A بالتلت الأول نرحمل أول ثلاثة شهور لأنه يمكن هي تعبر المشيمة بسهولة ويمكن صير في عند الأم الحامل أجهاض عفوي فمننتبه ويعني نعطيها حتى بحذر بمراقبة حالة المريضة بعد الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحمل بالنسبة لحالات الإسهال إذا كانت لهم الحامل عم تعاني من الإسهال فشو هي الأدوية التي نستخدمها؟ في عنا الكاؤولين والبكتين تمام الموجودين طبعا بمصادر هو الكاؤوبكتايت وهي الخيار العلاج الأول بحالات الإسهال الحملي في عنا اللوبرامايد كمان اللي هو موجود بمصادر مشهور هو الإيموديوم الآن بالنسبة للأمساك، الأمساك شايع جدا عند الأمهات الحامل ويزداد اعتبارا من الشهر الرابع وهذا الشيء يزيد أكتر مع قرب الولادة لأنه كلما زعت حجم الجنين ضغط أكتر على الأمهات وبالتالي يعني صار عند الأم الحامل أمساك أكتر نستخدم عند الأمهات الحامل الملينات الغنية بالألياف مثل مصادر الميتاموسيل في عنا الأوسماتيك لاكساتيفز أو الملينات الحلولية أو الأوسمولية مثل دواء اللاكتيلوز بيعطي تأثيره خلال يومين، موجود مصادر مشهور هو دوفالاك وعادة نحن نستخدم اللاكتيلوز كمعلومة جانبية بحالات الإمساك المزمن وحالات الإمساك الحاد لأنه مثل ما تكون محتاج وقت حوالي 48 ساعة أو يومين لعطي تأثيره أما بالنسبة للملينات المنبهة لحركة الأمهات السيوملينت لاكساتيفز هذه الملينات تأثيره بسرعة ويستخدمون بحالات الإمساك الحاد طبعا هذه كمعلومة جانبية، نحن هلون عم نقول إنه شو هي الملينات اللي بتفيد بحالات الإمساك عند الأمهات الحامل ففي عنا لاكتولوز، في عنا الميتاموسيل، في عنا سترالة الماغنيزيوم، وفي عنا كما مطاريات البوراز أو ستول سوفتنرز مثل مستهضر الكولايز الآن بالنسبة لأدوية البواسير، البواسير لو كانت الأم الحامل عم تعاني من البواسير لأنه مع تقدم عمر الحمل تشكو الكثير من الأمهات الحامل من مشكلة البواسير نتيجة ضغط الجنيل متزايد على الأورد الدموية الموجودة بالقرب من المستقيم والشرج من الأدوية اللي احنا فينا استخدمها الهايدروكورتيزوم بشكل كريم، موجود مستحضر معروف هو الأنوزول وهو بخفف الحكة والتورم المرافقين للبواسير في عنا النبات الطبي هو اسمه الويتش هازل أو بندق الساحرات موجود ومستحضر تاكس بات وهي النبتة طبية إلى قدرة على تخفيف التورم والنزيف والحكة المرافقة للبواسير الآن إذا كانت لهم الحامل عم تشكو من طفح جلدي أو حكة جلدية فكيف نحن نعمل تدبير للحالات؟ ما هي الأدوية اللي حي فينا نستخدمها؟ طبعا هم نستخدمها الأدوية هي بشكل كريمات أو مراهم بأقل كميات علاجية ممكنة لأقل مدة، في عنا الديفنهيدرامين موجود بمستحضر بين دريل والهايدروكورتيزوم وقت نطبق الكورتيزونات على الجلد دائما ننصح المرضى كمعلومة جانبية أنه يستخدمه أقل كمية ممكنة من الكورتيزون وتطبق هل المستخدمات الموضعية بشكل طبقة رئيئة على المنطقة يلي بدنا نحن نعالجها سواء كانت أكزيما أو حساسية جلدية، فما نطبق كميات كبيرة من الكورتيزون بالنسبة للمضادات الحيوية، في عنا مضادات حيوية آمنة بالحمل، في عنا مضادات حيوية غير آمنة، وبالتالي لازم نجلنا بسغدامه فبالنسبة لحالات الالتهابية التي تحدث مثل الالتهابات المجاري البولية عند الأمهات الحوامل أو الالتهابات المجاري التنفسية العليا أو الالتهابات القصبات، ففي عنا مجموعة من المضادات الحيوية الآمنة سنرى ما هي هذه المضادات بالنسبة لبنسلينات والسيفالوسبوريات هي تعتبر المضادات الحيوية الآمنة بالحمل، فمن البنسلينات في عنا الأموكسسلين والأمبيسلين كما في عنا الأوغمانتيين وفي عنا الماكرولايتس في عنا دول الأزترومايسين ويفضل ما نعطيها الكارترومايسين بالتلت الأول من الحمل خوفا من حدوث إشهاد ونستبدله بالمضادات الحيوية الأكثر أمانة يعني سيفالوسبورينات، بنسلينات، ومن السيفالوسبورينات في عنا سيفالكسين، سيفالكلور، وسيفالكسين، والسيفترياكسون كمان في عنا دواء الكليندامايسين بمستحضر الكليوسين، الميترويندازول موجود بمستحضر الفلاجيل المعروف، نيتروفرانتيين أيضا في العطيب الحمل بمستحضر مشهور هو الماكروبيد نيتروفرانتيين هو من المستحضرات اللي بيستخدموها بشكل شائع بتدبير الإلتهابات المجاري البولية إجرثومية، وننصح بتجانب استخدامه بعد مرور الأسبوع 36، يعني مع الاقتراب من الولادة لحتى ما يصير عند المولود فقر دم إنحلالي أو يسموه الإنجليزي هيمولاتيك أنيميا، أوكي؟ طيب، في عنا كما مجموعة من الأدوية الثانية المضادة للميكروبات، فإيمكن تكون الأمهات الحوام العرضة للإصابة بيداء المبيضات البيض، اللي هو ناتج عن فطريات المبيضات البيض اللي اسمها الكانديدا ألبيكانز، ومنهم أعراضها الحكة المهبلية والإفرازات للبيضاء السميكة، أوكي؟ بالنسبة للمعالجتها العدوى الفطرية بتكون بالكريمات أو التحاميل المهبلية، والمواد الدوائية هي إما كلوتريمازول أو بوتوكونازول أو ميكونازول بالنسبة للأسبرين والحمل، نحن نعطي الأسبرين بحالات خاصة جداً بالحمل، لأنه في ناس بلاك أبداً ما بنعطى، هو بنعطى بحالات خاصة، أوكي؟ مع متابعة حالة المريضة، هو طبعاً من أدوية الإنساس المعروفة، ويستخدمونها المساعدة بمنع أو الوقاية من الإنسام الحملي، أو بحالة ضعف نمو أجنين برحم الأم، أوكي؟ يبدأ عادة العلاج بالأسبرين بالأسبوع 12، والأسبوع 28 من عمر الحمل، ويستمر حتى الولادة، فبهذا الفترة حيثي نحن نستخدم الأسبرين مع متابعة حالة الأم الحام، وننصح بتجنب الجراعات العالية بالأسبرين بالتلت الأخير من الحمل، لأنه يمكن يصير في عنا إغلاق مبكر للقناة الجنينية الشريانية نتيجة الإستخدام هذا، أوكي؟ أو يمكن يصير فيه عند الجنين ضعف بالكلية، ويعني تراجع بوظائف الكلية، أو يمكن يصير فيه نزيف حاد أثناء المخض عند الأم الحامل الآن بالنسبة للأنسولين والحمل، يعتبر أن الأنسولين هو الخيار للعلاج لأول تدبير ارتفاع سكر غلوكوز الدم عند الأمهات الحوامل، هذه المعلومة كثيرا لحنا لازم نعرفها طبعا هو مفضل أكثر، يعني كخيار أول بالمقارنة مع بقية الأدوية الخافضة لسكر غلوكوز الدم خاصة بحالات السكر الحملي، أوكي؟ ويرتبط الداء السكري أثناء الحمل، وهو سكري الحملي بخطر حدوث الولادة المبكرة، وصعوبات بالتنفس عند الطفل المولود، لكننا لازم نتبه لها الحالة هي ونعالج السكري عند الأمهات الحوامل بالنسبة للربو لو كانت الأم الحامل عم تعاني من الربو، فالربو هو مشكلة شائعة بالحمل، ويمكن يصير فيه عند الأم الحامل يعني مضاعفات خطيرة، فيمكن يصير فيه عندها ولادة مبكرة أو انخفاض بوزن الرضيع عند الولادة فأهم الأدوية التي تم استخدامها بحالات الربو، وهناك موسعات قصبات الهوائية الاستنشاقية قصيرة المفعول، أو short acting in health bronchodilators مثل البوتيرول، وفي عندنا كمان الكورتيزونات الاستنشاقية مثل البوديزونايد، والفلوتيكازون، وفي عندنا كمان مضادات لوكوتوريين مثل المونتيركاست، وفي عندنا الانتيهستامينز الآمنة للإعلاج أعراض الحساسية المرافقة للربو، وفي عندنا نتحدث عن الانتيهستامينز الآمنة بالسلايدات السابقة بالنسبة لخافضات ضغط الدم، يصير في عندنا الحمل الارتفاع بضغط الدم، يسموه ارتفاع الضغط الحملي، أو gestational hypertension، خاصة ترتفع قيمة ضغط الدم فوق 140 على 90 أثناء الحمل، وبعد الأسبوع العشرين من عمر الحمل، مع تقدم الحمل، يصير يعني الأم الحامل معرضة أكثر لأنه تنصاب بارتفاع ضغط الدم الحملي، إذا نصابت فيه الأم الحامل قبل الأسبوع عشرين من عمر الحمل، في هذه الحالة يسموه بارتفاع الضغط المزمن، وبالحالتين هدول سواء ارتفاع ضغط الحملي، يلي هو فقط نتيجة الحمل، أو ارتفاع ضغط المزمن، في هذه الحالتين هاي، بتكون الأم الحامل معرضة لخطر حدوث الانسمام الحملي، وبالنسبة للانسمام الحملي، ترتبط على الحالة هاي بعراض خطيرة مثل القصور الكلوي، الوزمة الرئوية، وضعف بوظائف الكبت، فمشانكنا لازم ننتبه ونعالش كمان ارتفاع الضغط أثناء الحمل، من الأدوية التي نستخدمها، لدينا اللابيتولول، معطى وريدياً بالمستشفى، وكمان الهيدرولازين، منعطى وريدياً، كمان النيفيتبين، موجود مساهدر مشهور هو الأدلات، ومثيل دوبة هو من الأدوية الآمنة المستخدمة بحالات ارتفاع الضغط عند الحوامل، موجود مساهدر مشهور هو الألدوميت، بالنسبة لمتممات الكالسيوم، كمان قد تقلل من حدوث ارتفاع ضغط الحمل، عند النساء الحوامل يلي هنن ما تقول الكالسيوم عندهم قليل، فوقت نوصف إلهم متممات الكالسيوم، هذا الشيء يعني يلعب دور نوعاً ما بتخفيف احتمالية تعرض لارتفاع ضغط الحمل. ما هي الأدوية اللي لازم لا نعطيها للأمهات الحوامل؟ طبعاً نحن به الموضوع هذا ما ذكرنا كل الأدوية الآمنة وكل التصنيفات الثانية اللي تنعطى بالحمل نحن به الموضوع حاولنا نغطي أهم الحالات اللي يمكن ننسأل عنها، إذا كانت أم حامل متعاني من الرشح، متعاني من مساك، متعاني من اسهال، متعاني من حساسية، فنعرف شو هي أهم الأدوية الآمنة اللي فينا نعطيها، وخاصة متل ما قلنا ببداية هذا الموضوع أنه 80 بالمئة من الأدوية اللي معطاة للأم الحامل هي أو تي سي أو أوفر ذا كاونتر ميديكيشنز، بس هلأ شو هي الأدوية اللي ما بتنعطى الأمهات الحامل أو كونتر إينيكيتر أوكي؟ لأنه هي متل ما قلنا بتكون إما خطيرة على الأم الحامل أو على الجنين أو على اثنيناتهم، ففي عمنا أدوية مثل ACE inhibitors أو الانجل تنسين كونفردن إيزام مثل إنا البريل، كالتوبريل، أوكي، الإزينوبريل، في عمنا كمان إزوتريتنوين اللي بيستخدموه بحالات حب الشباب، فإذا كانت السيدة هي لساتة فتاة يعني بالعشرينات من عمره أو ببداية الثلاثينات وعمتعاني من حب شباب شديد، فإذا كانت تخطط الحامل لازم توقف هذا المستحضر، أوكي؟ في عمنا كمان الميتوتركسيت كابت للمناعة القوي ما بينعطاء بدن للمهات الحوامل كمان الفالبروك أسيد، اللي هو أحد الأدوية المضادة للصرع، في عمنا الكلورام فينيكول كأحد الأدوية التي تنتمي للأنتيبيوتيكس كمان من نسبة لأدوية الفلوروكينولونز، السيبروفلوكساسين يعني أحد الأمثلة عن هالعائلة هاي، عائلة فلوروكينولونز، موجود بمستحضر مشهور هو السيبرو والتريمتوبرين بمستحضر البريمزون، الكوديين أيضا هو مساكينات الألم الأفيونية، ففضل ما تنعطى للحوامل، الوارفرين أيضا مشهور جدا موجود بمستحضر الكومادين، ما بنعطى بالحمل، بس شو بنعطيهون لو نحنا بحاجة لأدوية مضادلة التخثر، بنعطيهون الهيبارين، أوكي؟ طبعا هاي المصادر والمراجع، نحنا بتمنى تكونوا يعني استفدتوا من هذا الموضوع اللي عنده هاي سؤال فينه يبعتليه، أو يحطوا بشكل تعليق بالمكان المخصص للأسئلة اللي بتوصلني، أوكي؟ بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع، طبعا هيكون مرفق بهذا الموضوع تقييم بسيط، يعني بشكل MCQs، وفي شعالة مشاركة يلي حضر هذا الموضوع، ويلي اجتاز الاختبار المرفق فيه، يلي هو كمان حابب انه يعمل هذا الاختبار فينه هو يتواصل معي، أثناء فترة هالكم اسبوع، لأنه بعدها يعني انه نحنا معد يعني انتيح هذا الاختبار، وبالتالي بتكون يعني تلاحقونا أول بأول حتى تتابعوا معنا جميع المواضيع وتعملوا الاختبارات عليهم، أوكي؟ قبل ما نحنا نسكر باب القبول بهالاختبارات هاي، أوكي؟ لأنه حيكون متل معتلكم فيه شهادات حضور لهالمواضيع هاي، كجزء من التعليم سيدلاني المستمر، أوكي؟ كعام معكم دكتور عميز، بتمنى تكون استفدتوا من هذا الموضوع، شكرا للمشاهدة، وشكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر